السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعم العاملين في القطاع الغير المهيكل بالنسبة لعملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع الغير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا حسب ما جاء في بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الغير فسيتم عبر الشكل التالي فلجنة اليقظة ركزت في اجتماعها ليوم الاثنين الـ 26 مارس 2020 على تدابير دعم القطاع الغير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي ونظر للتعقيد هذه الاشكالية اتخذ القرار للمعالجة على مرحلتين المرحلة الأولى وتهم الأسر التي تستفيد على بطاقة راميد حيث تيتم ملحوها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي أنشئ تبع لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي أولا 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل ثانيا 1000 درهم بالنسبة للأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد ثالثا 1200 درهم بالنسبة للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص يعني 5 ستة المهم أكثر من أفرادها بالنسبة للعملية فتتم عبر إرسال رسالة قصيرة إلى 12-12 تتضمن رقم بطاقة راميد لرب الأسرة ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس وتعتبر بطاقة راميد التي سيتم قابولها تلك التي كانت صالحة في 31 ديجون دجمبر 2019 وسيتم توزيع المساعدة تدريجيا ابتداء من يوم الاثنين 6 من أبريل 2021 بالنسبة للمرحلة الثانية نوتهم للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا وللإشارة فإن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة وبالتوفيق للجميع